سلام عليكم اشتركوا في القناة اتعرف والبنت تجاوبت مع عبودة صاروا كل يوم والثاني كلمة كلمتين ثلاث رسالة رسالتين شوي شوي علقت السنارة عبودة كان قصده شريف والرجل ما عنده اي نية للتلاعب البنت اعجبته وحبها من كل قلبه والبنت هلا كذلك بادلته نفس المشاعر والاثنين حبه بعضهم وصار التواصل بشكل مستمر وتروح الايام وتجي الايام شهر شهرين ثلاث سنة زمان الى عام الفين وواحد وعشرين توطضت العلاقة الى درجة كبيرة وعبودي هذا صار يشوف الدنيا بعين ويشوف هلا بعين وحبها الولد حب شريف نظيف وناوي على الزواج ومن خلال الاحاديث او المكالمات اللي كانت تصير بين الشاب والفتاة عرف عبودي انه هلا فتاة عزباء مقيمة مع اهلها في تركيا من عدة سنوات وهاجرت من احدى المحافظات بسبب الحرب اللي تعرفون عنها اللي صارت في سوريا وفي يوم من الايام تتصل هلا على عبودي قالت يا عبودي صراحة ودي اقول لك على شغلة وعلى سر لكن بنفس الوقت خايفة انك تزعل وتبطل تحبني قالها شنو الموضوع حدم ضايقك عندك سالفة شنو الموضوع يا بنت الناس قالت الموضوع وما فيه يا حبيب قلبي يا عبودي انه انا امرأة مطلقة وعندي بنوتة وصراحة صار لفترة مترددة اني اقول لك هذا السر عبودي انصدم لكن بنفس الوقت يحب البنت وتعلق فيها وبدأ يفكر عبودي ها يتابع معاها ما يتابع البنت اتشذبت عليه وما قالت له صحيح لكن فيه النهاية قرت قبل لا يحصل الزواج قرر عبودي هذاك اليوم انه يسامح على عن هالسالفة هذي وعن هالسر وقال لك يا ولد البنت ما تتفوت بعد فترة منزمة صارحها في الموضوع وقالها اوكي ما عندي مشكلة وتستمر العلاقة تقريبا سنتين ونص وفي يوم من اليام عبودي قرر انه يفاتح اهله في موضوع الزواج الولد ناوي على الموضوع موضوع الزواج بشكل جدي يعني ما هو ناوي يضحك على البنت وياكل بعقلها حلاوة وسيقولها البحر طحينة لا وطبعا خلال هالفترة اللي مرت السنتين ونص الشاب التقى مع الفتاة اكثر من مرة وشافها على ارض الواقع والمشكلة في مواقع التواصل هذه البثوث المباشرة والفيديوهات على سناب شات وعلى فيسبوك وعلى استجرام المشكلة بالفلاتر اللي تحطها النسوين على البث تكون الوحدة الله وكيلكم كلنا طبعا خلقت الله سبحانه وتعالى بس يكون ما عندها ذرة من الجمال لما تشوفها على البث المباشر تقول ما شاء الله تبارك الله البنت آية من آيات الجمال لكن عبودة شاف هلا على أرض الواقع وفعلا البنت جميلة وما كانت تضحط من الفلاتر اللي يتغير الخلقة بشكل كبير أبو يعني تكبير الرموش النفخة الخدودة شوي لكن البنت ما لمحها جميلة جدا المهم ما لكم بطول سيرة عبودة مسكم وأبوها ذاك اليوم وقالهم صراحة أنا ناوي على الزواج وتعرفون الأب والأم يفرحون بولدهم قالوا والساعة المباركة يا عبود من السعيدة الحظ قالوا والله صراحة تعرفت على بنت وأعجبتها وأعجبتني وصراحة أنا ناوي عليها لكن البنت فيها مشكلة شنو المشكلة قالوا لهم البنت مطلقة أو عندها بنت قالوا والأم والأب يا عبودة أنت من كل عقلك شاب فيه يعني تقريبا 22 23 24 24 من كل عقلك ودك تتزوج مطلقة بل زغرة من خواتنا المطلقات اللي يسمع هذا طبعا على حسب العادات والتقاليد على حسب بعض المجتمعات تعتقد أنه المطلقة يعني خلاص فاتها القطار وأكل وشرب عليها الدهر قالوا له يا ابني أنت شاب بأول عمرك وميت بنت تتمنى صباتك مو تتمنىك أنت ليش تروع على مطلقة قالوا لهم يعني البنت جميلة وحلوة يعني يحصل الطلاق ما تفاهمت هي وزوجها وصراحة أنا حبيت البنت وودي أتزوجها حاولوا معاه كثير قليل لكن في النهاية الأب والأم شافوا أنه الولد فعلا مصمم على الزواج وحاب هالبنت إلى درجة كبيرة جدا وعبودة حط أهله تحت الأمر الواقع قالوا لهم حياتي هذه وأنا ودي أعيشها صراحة وأنا شايف حياتي مع هالبنت قالوا له ليس إلا في الأيام القادمة بساطنا شوية وقت نضبط أمورنا ونتقدم لخطبة الفتاة ابشر بعزك يا عبودي وانبسط الشاب هذاك اليوم بموافقة الأهل بعد ما حطهم تحت الأمر الواقع وقال لك البنوتة هذه اللي عندها أعتبرها بنتي وأربيها مع هالأبناء والبنات اللي الله سبحانه وتعالى رح يرزقني إياهم منها وتروح الأيام وتجي الأيام إلى قبل تقريبا عشرة أيام وتتصل هالولة على عبودي عبودي خير يا هالولة قالت صراحة فيه سر ودي أقول لك يا عبودي وصراحة صار لي فترة من الزمن وأنا ما تردد أقول لك يا وأخاف أنك تبطل تتزوجني ولا تبطل تحبني قال لها أقولي واختصري يا بنت أنا أستراش أنا شفتي دمي وطبعا عبودي خلال فترة أخبر البنت أنه رح يتقدمون الخطبتها بشكل رسمي وزواج وصوال في ما هي لعب وخربيط قالت البنت صراحة يا عبودي أنا متزوجة لما كان عمري 14 سنة وما حصل اتفاق بيني وبين زوجي وتطلقت منه وعندي ولد من هذا الزوج عمره 8 سنوات بالإضافة للبنت يعني أنا الآن رح أتزوجك الزوج الثالث يا هلا قولي وبدلي قالت والله هذا اللي جاك وصار لفترة خايفي أني أقول لك هذا السر عبودي لما سمع هالكلام كان فيه عقل وطار وصارت الأفكار تأخذه وتجيبه في هالفترة أهله صاروا يصرفون معاه في موضوع الخطبة والزواج يلا يا عبودي خلينا نروح عالجماعة عشان نخطب لك البنت وعبودي صار يتملص من هلو وما هو عرفان شنود يساوي على اليوم وبكرة لا أوجه مع أهل البنت يعني يتحجج على أهله ويقول لهم عندهم مشاكل عندهم شوية ظروف قاعد ينتقلون من مكان إلى مكان على أساس يمطمط بالسالفة وعبودي وصل إلى مرحلة صار يفكر بالجريمة ويقول لك البنت هذه صار لها تقريبا سنتين ونص ثلاث سنوات وهي تضحك علي ومعشمتني فيها وأول مرة مرة اكتلها إياها على أساس أنه عندها بنت ومتزوجة واحد وقلنا ليس إلا لكن الآن يطلع عندها ولد كذلك عمره ثمان سنوات وأنا الزوجة الثالث لا بالله صار يفكر عبودي بالإجرام والانتقام ويطلب لقاء البنت هذاك اليوم على عجل ويقعد هو إياها في أحد الكافيهات والبنت يعني قاعدة تبكي ومنهارة يعني سامحني يا عبودي عبودي في وضع ما هو عرفان شنو يساوي وفي وضع لا يحسد وكان مجهز أموره على الأربعة وعشرين المهم ويمد إيده عبودي على جيبه ويسحب التلفون ويبعد عن البنت شوي ويدخل على تطبيق الواتس آب ويرسلني ويرسل لي قصته هذه المأساوية قد يعتقد البعض أنه هالقصة هذه عادي وتحصل مع الكل لكن هذا الشاب بما أنه قصده شريف وما عنده نية لعب ولا عنده نية يضحك على البنت وتفاجأ وأنصدم هالصدمة الكبيرة وما هو عرفان شنو يدي يساوي وشنو ودي يقول الأهله والبنت هذي وديها تجيب أبناء أهل اثنين معاها ومتزوجة رجال اثنين قبل منه بالإضافة إلى أنه عمرها بنفس عمره أربعة وعشرين بأربعة وعشرين والرجل طلب النجدة وطلب الاستشارة قبل لا يرتكب حماقة وبالحرف الواحد قال لي عبوده صراحة فكرت إني أجيب البنت وأشرب من دمها قلنا لي عمي طول بالك وصراحة طلب مني أعرض هالقضية عليكم كإخوة وأخوات مارين بتجارب وعندكم خبرة فيها الحياة ومن شاور الناس شاركهم عقولهم لذلك لا تبخلون على عبودي باستشاراتكم ونصاحكم وهو متابع للتعليقات أما بالنسبة لقصة الليلة قصة الليلة الله يسلمكم من فلسطين الحبيبة وتحية لأهل فلسطين ولا يهون السامعين جميع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مع أهلنا في فلسطين وأن يثبت أقدامهم وينصرهم نصرا مغزرا القصة الليلة يسلمكم عام 2005 في إحدى القرى الفلسطينية فيه رجل ينقل عبد الله عبد الله هذا شاب في منتصف العشرينيات شاب في قمة الأدب والاحترام والأحوال المادية حال عائلة عبد الله جماعة فقراء كلنا فقراء لله عز وجل عبد الله يشتغل عامل مياومة يشتغل فيه المزارع فيه التحميل فيه التنزيل وشاب ما يعيبه شي يخطف اللقمه من فمذيب وشاب جميل على قدر من الوسامة وفيه يوم من الأيام يتعرف على فتاة ينقلها هناء هناء هذه من جماعتهم يعني مثل ما تقولون من العشيرة لكن فيه بعد شوي بالقرابة وتعرف على هناء وعجب فيها وهناء وعجبت فيه وعرض عليها موضوع الزواج والبنت وافقت مباشرة وقام عبد الله خذ أهله وتقدمه لخطبة هناء وتم الزواج على خير والكلام هذا عام 2005 وعاش عبد الله مع هناء أيام سعيدة جدا في البداية كحياة أول عروسين اتعرفون شهر عسل ولا سنة ولا سنتين زمان الأمور ماشية بشكل طبيعي طبعا هناء من السنة الأولى جابت ولد السنة الثانية كذلك ولد وبعد ما صاروا يجون هالأبناء بدت المشاكل شوي شوي بين عبد الله وبين هناء بسبب الظروف الاقتصادية والأحوال المادية بالرغم من أنه عبد الله رجل مكافح ويواصل الليل بالنهار لأجل يأمن لقمة العيش لزوجته وأبنائه قد ما يقدر ويحاول الطلبات اللي تطلبها هنا يأمنها على قدر المستطاع لكن هنا بعد ما اكتشفت أنه الرجل هذا الظاهر حظه قليل والشغل اللي يشتغلوا يالله مأمنهم حق أكل وشرب البنت صارت تفكر بالتخلص من عبد الله أو يعني مو تتخلص منه فكرت فيه موضوع الطلاق الطلاق هي فيه مجتمع الطلاق فيه عيب وراح تصير سيرة على كل لسان وتحاول تضغط على عبودي يا عبودي لازم نحسن من أحوالنا المادية يا عبودي لازم تلاقي لك شغلة أحسن من هالشغلة اللي قاعد تشتغل فيه يالله ملحق علينا أكل وشرب يقول لها يا بنت الناس شنو دي أساوي أقطع حالي أساوي حالي قطع وكل قطعة تشتغل بمكان هذا اللي قدران علي يعني شنو أسوي تقول له الحياة هذه ما تمشي يقول لها تمشي ولا ما تمشي هذا اللي عندي وتمر الأيام والسنين بين أخذ ورد والحياة ماشي على المشاكل الاقتصادية هذه لكن مع مرور الوقت هالنوءة هذه صارت تتفكر بالتخلص من عبدالله وشلون ودها تتخلص منه طلاق ما تقدر تطلق وصار عندها عر ولاد صار عندها أربعة خمسة بنات وأبناء وبالنسبة لموضوع الطلاق ما هو أنه ما تقدر تطلق والطلاق مستحيل لكن أهل البنت يعرفون عن عبدالله أنه رجل مكافح ويطلع من الصبح ما يرجع للمغرب ورجال قاعد يحاول يبذل كل الجهود اللي يقدر عليها لأجل إسعاد زوجته وتأمين لقمة الأكل لأبناءه يعني البنت ما عندها حجة مقنعة تجاه أهلها وتجاه المجتمع عن سبب الانفصال أو الطلاق بأي وجه ودها تقول لأهلها ودي أطلق وخصوصا صار عندها أربعة خمس أبناء والمهم صارت تتحجج على عبدالله تفتعل معاه بعض المشاكل تحاول تطالع صوتها علشان الجيران يسمعون أنه والله في مشاكل علشان إذا راحت على هلها تقولهم والله قاعد يضربني قاعد يعنفني قاعد يغلط علي جعانة عريانة وتستمر الحالة على هالمنوال فترة منزمة وصارت كل فترة وثانية تزعل اللي عندها خير يا هناء شنو الموضوع تقولهم والله عبدالله مقصر معانا عبدالله قاعد يضربني وإذا منتهم صدقين اسأله الجيران الجيران يسمعون الأصوات ولكن يعني ما يعرفون أن عبدالله إلا كل خير ما يعرفون رجل ما يعرفون صاحب مشاكل وعمرهم ما شوفوه مد إيده على زوجته ولا طلع صوته والرجال يمشي الحيط الحيط ويقول يا رب الستن يمسكونها أهله ويرجعونها على عبدالله يروح عبدالله يرضيها وعبدالله يحب البنت وما عنده أي مشكلة معها لكن البنت خلاص الحياة هذه ما عد تعجبها شنو اللي ركب راسها ما حد يدري وتروح الأيام إلى عام 2017 في عام 2017 عبدالله وهنا كان عندهم خمس أبناء وبنات وفي هالوقت هنا صارت تفكر بشكل جدي بتخلص من عبدالله بأي طريقة كانت مرات تفكر تحط له سم مرات تفكر أنها تقتله هو نايم مرات تفكر بحده الطرق لكن كل الطرق هذه في النهاية ما ضبطت معها إذا اقتلته في البيت عبدالله ما عنده لا أعداء ولا عنده ثار ورجال مسالم ومن الودي يقتل عبدالله في النهاية راح يتم كشفها وتحويلها القضاء والحكم عليها بالإعدام أو راح تقضي تالي حياتها في السجن وصارت تفكر وتفكر وتفكر شون تتخلص من عبدالله ويخطر ويخطر على بالها هذاك اليوم قالت وصارت 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 تزن على عبدالله من هناك تدرميه منها القارب وعلى أساس أنه غرق أو لك مقابل السالفة هذه مبلغ مادي محترم قال لها بيشرب عزك أو هذول المهربين لا دين ولا ذم ولا ضمير والتفقت هي والمهرب على هذا الموضوع لكن ما زال عبدالله غير مقتنع بفكرة السفر ويقول يا بنت الناس أهدي وكني وحطي عقلش براسك وين بد يروح على أوروبا يمكن أغرق بهالبحر شوف تعينش قاعدين نشوف على نشرات الأخبار يا مناس قاعدة تروح في عرض البحر وتصير أكل للأسماك والحيتان وين بد أروح أتركك انتي وكوم هاللحم أبناء والبنات ومن يدير باله عليكم الرجل لمعارض فكرة الهجرة بشكل نهائي لكن قد ما زلت عليها ذاك اليوم وساوت له السفر أمر سهل وقلت له مبلغ الفلوس هذا يعني شغلته بسيطة ويتأمن قدرت تضحك عليه ووافق عبدالله على السفر لكن في يوم ومن الأيجاب وتبطل هنا عن موضوع السفر قالت يا عبدالله صراحة ما عد يضبط موضوع السفر وصراحة أنا فكرت في الكلام اللي كنت تقوله أو أخاف أترمل ويتيتمون هالأبناء لكن شنو اللي قلب عقل هنا أنها عدلت عن فكرة السفر هذه وأنه المهرب يرمي وسط البحر هنا صارت تفكر أنه إذا المهرب رمى وسط البحر أكيد القارب هذا رح يكون فيه ناس آخرين ورح ينجون ويوصلون إلى هالدولة الأوروبية اللي رايحين عليها والأشخاص هذولة رح يبلغون للسلطات الأمنية في هالدولة ويقولون والله هذا المهرب رمى فلان من الناس في البحر وبالتالي يتم تنسيق أمني بين الدول هذه وبين فلسطين ورح يتم كشف الجريمة وبالتالي إحالتها للمحاكمة لذلك بطلت وتروح الأيام وتجي الأيام والبنت تفكر شلون ودها تتخلص من عبدالله ومن هالحياة السودة اللي عيشتها معاها على الرغم من أنه حياتها حياة عادية مثلها مثل غالبية عائلاتها القرية المهم ونوصل إلى عام 2021 فيها ذاك الوقت هنا عندها تلفون تلفون ذكي وعندها حساب على الفيسبوك وهي تتصفح علىها الفيسبوك ويطلع لها واحد من الأصدقاء شاب مصري وتعرفت على هذا الشاب اللي اسمه محمد وصارت تتحدث هيوية وتشكيل عن الحال اللي هي عايشتها الحال المادية الصعبة بالإضافة إلى معاملة زوجها عبدالله السيئة لها وقالت له أنا حبيتك من أول نظرة عن طريق الأثير أولاين وعلقت السنارة وهذا محمد ما صدق أنه فيه امرأة تقوله أنا أحبك وأنا أموت عليك والمرأة هذه كانت ناوية على شي وصارت المحادثات بيناتهم مكالمات فيديو وصارت تشوفوا مفاتنها ومكالمات فيديو ومن هين ومن هناك الولد هذا غرق فيها وصارت مكالمات الفيديو بين هنا ومحمد هذا تقريبا بشكل شبه يومي والولد صار ما عاد يقدر ينام إلا يسمع صوت هنا ويشوفها صوت وصورة وتروح الأيام وتيجي الأيام صارت علاقة حب بيناتهم على المسنجر والولد تعلق بها إلى درجة صارت هي تتحكم فيه وصارت هنا شوي شوي تزرع براس الولد محمد فكرة التخلص من زوجها وأنها ما هي طائقة الحياة معاه ومعاملته لها سيئة جدا وأنها لقت نفسها وحياتها مع محمد ومحمد طبعا ما هم صدق امرأة قاعدة تعطيه كل ما يريد مكالمات فيديو والولد صار مثل الخاتم بأصباحها موت يا محمد يموت روح يا محمد يروح ومحمد هذا شنو يشتغل محمد يشتغل عامل في أحد المصانع في منطقة ينقلها البدرشين تابعة لمحافظة الجيزة المصرية والراتب هذا اللي ياخده محمد يلم كفي حق أكل وشرب وإيد من ورا وإيد من قدام وهنا طبعا فيها ذاك الوقت في عام 2021 لما كانت على علاقة مع محمد كان عمرها 37 سنة ومحمد عمره تقريبا 25 الفارق بيناتهم 12 سنة لكن محمد ما هم دور على الفارق وهذه عندها فكرة براسها ودها تنفذها وفي يوم من اليوم قالت صراحة يا محمد أنا يعني ودي نتزوج أنا وياك وصراحة في عائق شنو العائق قالت زوجي زوجي هذا لازم نتخلص منه قال لها أنا حاضر وأبيشري بعزك يا هنوقة لكن شنون بدي أتخلص من زوجك أنا في مصر وهو في فلسطين الحل الراي قال لها ما لكم إلا أنكم تجون لعندنا على مصر تحديدا على المنطقة اللي أنا ساكن فيها ولا جيتي عندي وصرتي هنا بين الأحضان أبشري بعزك وإن شاء الله تخلص لك من زوجك وأتزوج أنا وياك وتلتفت هنا على عبد الله وتبدأ بتمهيد قصة الرحيل من فلسطين إلى مصر ويا عبد الله لازم تلاقي لك شغلة ولازم تطلع لك على شي دولة ولازم تروح ولازم تجي والأحوال المادية هذه ما يمشي حالها وعبد الله مثل ما قلنا يحب هنا ويحاول يسايرها قدر الإمكان أو عندهم ست أبناء وهنا حامل فيها ذاك الوقت بالبطن السابع ويا بنت الناس وين ننروح وين ننقبل قالت مصر خلينا نروح على مصر قالت شو نساوي بمصر قالت والله صراحة فيه عندي وحدة من صديقاتي سافرت هي وزوجها وفيه رجل في مصر سمسار أمن لهم شغل هناك والأمور عال العال وعايشين أمورهم من أحسن ما يكون قالها يا بنت الناس خلينا قاعدين في مكاننا وشودنا بنروح على مصر قالت له لا لازم نطلع على مصر وظلت تزن عليه لحد ما قدرت تجيبه للطابق هذاك اليوم وتعطيه رقم محمد عشيق حبيب القلب قالت له هذا السمسار وسولف معاه وتأكد من الموضوع بنفسك ويتصل عبدالله على محمد واتصالات بيناتهم وها وشلون الأوضاع شلون الأمور محمد ساوى الأمور مصر لعبدالله ساوى له البحر طحينه وقال له شغل ومكوم ما له من يشيله انت بس تعال ولا صرت داخل مصر الباقي تفاصيل وهين والأمور إن شاء الله سهيلة عبدالله اقتنع وواثق من زوجته ويجهزون أمورهم وبعد فترة من الزمن ويركبون وينت يا مصر جوا على مصر وكان في استقبالهم حمودة وحمودة كان مستأجر شقة مجهزها لعائلة عبدالله وهناء بجانب الشقة اللي هو ساكن فيها وبدأ محمد يعرف عبدالله على الحي والمنطقة اللي ساكنين فيها ويطلعون ويروحون ويجون وتقرب محمد من عبدالله إلى درجة كبيرة وعبدالله شايف هالشاب هذا المحترم اللي كله أخلاق وقاعد يساعده لكن بنفس الوقت هنا التقت بحبيب القلب وجها لوجه سالفة الآن معده أونلاين صارت مباشرة على أرض الواقع فعبدالله الرجال أول مرة يجي على مصر وصار صارت هنا تقول له يا عبدالله خذ هالولاد خلهم يطلعون يتمشون تعرف على المناطق يقولها تعالي روحي معنا تقوله والله أنا تعباني بسبب الحمل ما أقدر أروح أطلع أنت والولاد وفعلا عبدالله ياخذ ولاد وينزل على هالشوارع على هالمناطق على المطاعم وشاف هالحياء الجميلة برفقة محمد في بعض الأحيان وهنا كانت تستغل طلعت عبدالله وأبنائه وكانت تصر على أنه ياخذ الولاد معاه ما يعني يطلع لحاله علشان الأبناء يغيرون جو ويتعرفون على المنطقة وفي هالأثناء يجيها حمودة حبيب القلب وتقعد هي وياه في الشقة ويساوون اللي هنالهم وبنفس الوقت صاروا يخططون لطريقة الخلاص من عبدالله شلون يتخلصون منه ويمروا على وجودهم في مصر تقريبا عشرين يوم وفي يوم الواحد وعشرين اتفقوا على تنفيذ جريمتهم الشنيعة جريمة تتخلص من زوجها المسكين عبدالله وطبعا اخترت على بالهم أفكار عديدة والسيناريوهات متعددة لكن في النهاية رسوا على موضوع بحيث انه يكون الأمر طبيعي اختفاء الزوج وهم ما يكونوا لهم يد فيها القضية ولا يكونون شبهة أمام رجال الأمن وفي صباح اليوم الواحد وعشرين يتصل محمد على عبدالله صباح الخير شو الأخبار كيف الأمور جهز حالك يا عبدالله لقيت لك أكثر من شغلة واليوم بدنا نطلع على عدة معامل ومصانع ومزارع وشوف الشغلة اللي تناسبك اشتغلها وابشر بعزك يا عبدالله هنا حطت للفطور الصبح افطر الرجال ولبس ونزل وكان محمد فيه انتظاره ويطلعون هو ومحمد يتفتلون فيها الشوارع على المعامل ظلوا يفتلون طول النهار الحد ما غابت الشمس وعتمت العين ومحمد هذا راسم خطة جهنمية كان منسق مع أحد الأشخاص وحد ينقال له مجدي مجدي هذا عمره 51 سنة وفي مصر مسجل خطر يعني هذا اللي مسجل خطر يعني يعتبر من أصحاب السوابق ورجل خطير ومحمد كان متفق هو ومجدي انهم يمرون في منطقة معينة وفي شارع او منطقة على طرف البلدة او هالقرية هذي منطقة خالية من السكان وخصوصا في هالوكت ومجدي يكون مجهز اموره وفعلا يمرون من هالمنطقة هذي وما يحس ويدري عبدالله اللي يطلع واحد من خلف هالحشائش اللي جنب الطريق وينزل ضرب على راس عبدالله بخشبة خشبة كبيرة ضربة اثنين ثلاثة اربعة وقع عبدالله في الارض لا من ايده ولا من رجله ولما تأكدوا من وفاة عبدالله والامر هذا بالتنسيق مع هناء هناء كانت تعرف انه مجدي مشارك في جريمة وبعد شوي يجيهم شاب اسمه سيد سيد هذا عنده تيك توك اللي هو مثل العربة الصغيرة اللي يستخدمونها في مصر للتنقلات ويعني مثل تكسي اجرة ويجي سيد ويحملون مجدي فيها التك توك وياخذونه على احد المصارف الزراعية مثل الترعة ساقية ماء كبيرة ويرمون الجثة هناك وتعمدوا انهم يتركون اثباتوا الشخصي معه معه جواز سفر ما شروا منه جواز السفر وبعد ما تخلصوا من الجثة ورموها في الترعة هذه محمد خابر حبيبة القلب على المسنجر وقال لها الامور عال العال والعملية نجحت هنا انبسط هذاك اليوم وسعيدة جدا ويرجع محمد لعندها هذه الليلة والامور ماشي بشكل طبيعي مر اول يوم الثاني في صباح اليوم الثالث واحد من المزارعين اللي في هالقرية طال على ارضه ويمر بجانب الترعة هذه ويشوف جثة رجل طافي على وجه المي مباشرة بلغ رجال الامن حضر رجال الامن والادلة الجنائية والطب الشرعي وقامت الدنيا وما قعدت ويا بنت قولوا لم تشعثروا على رجل في البداية ما هم عرفانين ومنه وبيتفتيش الجثة والملابس اللي كان لابسها عثروا على جواز السفر ولما دققوا فيه الاسم تبين انه هذا الرجل من الجنسية الفلسطينية وما صار له عشرين يوم اثنين عشرين يوم داخل على الاراضي المصرية تم رفع الجثة الى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة ووقت الوفاة بشكل دقيق وبدأت المباحث المصرية عملها وتعرفون ما يخفاكم المباحث المصرية اللي تعتبر من اشطر المباحث في الشرق الاوسط وبدوا يبحثون من هنا ومن هناك على هذا الرجل شيني قصته ورجال ما صار له عشرين يوم داخل على الاراضي المصرية وبدوا يسألون سكان القرية وهنا وحمود ما عندهم خبر فيها السالفة بسوين حالهم ما عندهم خبر ولا حتى مبلغين عن اختفاء عبد الله رجال الامن بالسؤال من هنا ومن هناك قالوا والعائلة هذه ما صار لها عشرين يوم وثنين وعشرين يوم موجودة في المنطقة وساكنين في المكان الفلاني منو يتردد عليهم منو يعرفهم في المنطقة قالوا ومحمد ويقوم رجال الامن بناء على استجوابات السكان المنطقة يبحثون عن معلومات عن محمد شيني سالفت محمد وشنو موضوعه وساووا عليه بحث معمق وطويل وسريع جدا ومن ضمن البحث ادخلوا على حسابه على الفيسبوك وشكوا يعني حطوا سيناريو انه هذا محمد متعرف على زوجته او حطوا يعني احتمال الخيانة الزوجية والغدر ولما ادخلوا على حسابه الفيسبوك ويشوفون المحادثات اللي بينه وبين هنا من اول ما حصلت العلاقة بيناتهم لما كانوا في فلسطين وعرف رجال الامن السالفة من اولها الاخرها ويطبعون المحادثات هذه اللي بين محمد وهناء على الورق وقاعدين يجهزون امورهم علشان يروحون يلقون القبض على محمد وهناء لكن شنو اللي صار فيها الاثناء محمد وهناء جهزوا امرهم وقالوا الان صار الوقت المناسب للبلاغ عن اختفاء عبدالله ويجون على مركز الامن برجليهم اول ما ادخلوا ويتم القبض عليهم قالوا تعالوا له قالوا يا جماعة احنا جاينا مبلغ عن اختفاء الرجل هذا عبدالله صار اليومين ثلاث ما هم بيّن وصراحة احنا خايفين عليه قالوا خايفين عليه ويشوفون هم المحادثات المطبوعة طبعا محمد وهناء شافوا الادلة محاصرين فيها وما في مجال للإنكار المهم ويعترفون محمد وهناء بجريمتهم النكراء اللي ارتكبوها ويلقي رجال الامن القبض على مجدي وكذلك على سائق التوكتوك وبعد تسجيل اعترافاتهم وتمثيلهم للجريمة تم تقديمهم للمحاكمة طبعا القضية احدثت يعني ضجة فيها ذاك الوقت أنه شلؤ المرأة هذه جابت زوجها من فلسطين لأجل تتخلص منه في مصر وتأثرت الناس على مقتل هذا الرجل المسكين اللي قضى حياته كلها كفاح بكفاح وتعب بتعب لأجل بس يأمن أدنى متطلبات السعادة لزوجته وأبنائه وزوجته هذه اللي اغدرت فيه على أدفع الأسباب المهم بعد تقديمهم للمحاكمة وبعد عدة محاكمات وجلسات تم الحكم على هناء ومحمد ومجدي بالإعدام شنقا وسائق التوك توك اللي اسمه سيد تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وهناء يوم اللي تم نطق الحكم النهائي بحقها كانت مولدة بنت اللي كانت حامل فيها فيها ذاك الوقت أيام حصول الجريمة والبنت كانت على حضنها كانت بحضنها في المحكمة ولاحظت نطق الحكم هناء انهارت وصارت تبكي متأثرة بهذا الحكم وعلى البنت اللي على حضنها وبدأت تظرف دموع التماسيح لكن هناء قبل لا ترتكب جريمتها وتخطط لها الجريمة الفضيعة هي ومحمد ما حسبت حساب انه هل سبع ابناء هذول وين دهم يروحون وين دهم يعيشون شنود يصير فيهم الاب انقتل بطريقة بشعة جدا وبتخطيط شيطاني بالاضافة الى انه هي رح تروح الى حبل المشنقة المهم هذا اللي حصل اما بالنسبة لجثة عبدالله رحمة الله عليه تم ترحيل الجثة وتسليمها الى اهله وذويه في فلسطين وسوولوا جنازة مهيبة جدا اطلعوا كل سكان المنطقة في جنازة عبدالله اللي كان ضحية الغدر والخيانة الزوجية اما بالنسبة للابناء صراحة ما قدرت اعرف شنو اللي صار في موضوعهم لكن اكيد يكون تم ترحيلهم الى قريبهم او عمامهم في فلسطين كانت هذه نهاية القصة والقصة فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال مجريات واحداث هالقصة المأساوية بالنسبة لمواقع التواصل والعلاقات على مواقع التواصل الاجتماعي في كثير من العلاقات ما نقول كلها في ان هاي العلاقات هذه تنتهي بكارثة وانت ما تدري شنو قبيلك هذا على مواقع التواصل هل هو صادق في مشاعره هل هو صادق في المعلومات اللي يطيك اياها عن نفسه ان كان انت كنت الرجل ولا المرأة مثل ما حصل مع خوينة عبودي في بداية القصة اللي طلب المساعدة والاستشارة ففيه النهاية تفاجئ انه المرأة هذي اللي حبها وتعلق فيها والسولف اهلو عنها فيه نهاية طلعت متزوجة رجال اثنين وعندها ولد وبنت ولكن ما سولفته الا بعد ما غرق وتأكدت منه انه غرق بحبها لكن بنفس الوقت هذه ما هي عارفة نفسها انها قاعدة تلعب بمشاعر بني آدم شاب ربط مستقبل معاها وبدأ يخطط ويبني الاحلام الوردية ويبني افكار واحلام لكن فيه النهاية ينصدم فيه المعلومات هذه نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية صراحة مواقع التواصل هذه دمرت الدنيا واللي ما يستغلها بشكل صحيح يا ما دمرت عائلات ودمرت بنات وشباب وفيه كثير من العلاقات هذه انتهت بجراء قتل لذلك ديروا بالكم من هالمواقع هذه ومن الفلاتر صراحة الفلاتر الموجودة على مواقع التواصل وخصوصا تيك توك وسناب شات وانستجرام شيء مرعب تشوف ناس تقول هذول ملائكة جمال خارق ومهو طبيعي وللأسف الشباب اللي طول النهار قاعدين على المواقع هذه وما عندهم شغلة وعملة إلا على مواقع حينا تشوف الواحد ماشي بالشارع وحاط راسه بالتلفون وين والله على التك توك يا أما قاعد يشاهد له بث مباشر لأحد الفانشستات أو المشاهير أو وحده ما عندها شغلة وعملة وفاتح بث مباشر وحاطت لك فلتر صار صعب جدا يجب الحذر من هالمواقع ومن هالأشخاص اللي ما عندهم شغلة وعملة غير التسلية وتمضية الوقت وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة لنا ولكم جميعا لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر